فإذا حبائي واضح جدا سواء بالعهد القديم سواء بالعهد الجديد الله هو الخالق ولكن نكتشف في العهد الجديد أن الله هو خالق كل الأشياء بواسطة أو من خلال يسوع وأن كل الأشياء التي خلقت خلقت لمجده لتسبيحه وخلقت ليسوع المسيح المسيح هو وسيط الله في الخليقة فقد خلق العالم به كما يقول البشير يحنى وكون العالم به في كورنتس الأولية 86 مكتوب الذي به جميع الأشياء ونحن به في كلوس الإصحاح الأول أحباء مكتوب في آية 16 وآية 17 واسمع هاي الآيات مهم جدا فإنه فيه أي في يسوع خلق الكل ما في السموات وما على الأرض وما يرى وما لا يرى سواء كان عروش أم سيادات أم ريسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء شايف اللغة هون واضحة جدا وفيه يقوم الكل وفيه يقوم الكل في أفسس ثلاثة تسعة الله خالق الجميع بيسوع المسيح الذي به أيضا عمل العالمين أحبائي في اثنين بطرس أو بطرس الثاني صحة ثلاثة مكتوب لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السموات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء وطبعا أنا يعني كاتب آيات كتيري مش عارزة ممكن أقرأ كل الآيات الأرض بكلمة الله قائمة ثم مثل ما ذكرت كورنتس الأولى تمانية ستة الذي منه جميع الأشياء الذي به جميع الأشياء ونحن به فإذن أحبائي كما هو مكتوب الله هو الخالق الله هو الخالق نشوف أحبائي في عبرانيين مكتوب بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر في رؤية أربعة آية 11 مكتوب أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء لاحظ الكلام مش بس خلق وهي بإرادتك كائنة وخلقت يعني أتقنت العالمين بكلمة الله متماسكة بكلمة الله بإرادة الله بقوة الكلمة كائنة وخلقت فإذن كل يعني يعوز الوقت أن الواحد يتكلم عن الكواكب والنجوم وكل يوم عم بيكتشفوا أبعاد يعني من المجرات والنجوم والكواكب اللي حتى الضوء تبعها بيظهر كل كده ألف سنة يعني وتقاس السنين بالسنين الضوئية والله خارج عن نطاق الزمن يتعامل في الزمن فتخيل أنه أكبر تلسكوب يعني بورينا أنه في مليارات المجرات وهذا طبعا اللي نستطيع نشوفه في هذا الكون الفسيع ولكن ما بك مع السماوات وسماء السماوات والأبعاد العميقة والسبيس يعني العميق صعب أنه الإنسان يستوعب طبعا إذا أردنا أن نعرف عن دوران الأرض والقمر ووجود الشمس والأزمن والفصول يعني بتتحرك بالتانية والجاذبية كل هذه الأمور تسير بشكل عجيب جدا وكله متماسك بكلمة الله يعني إذا المسيح فك هيك بس عمل يعني يعني يشيل إيده من أنه يمسك كل هذا الكون كل هذا الكون سيتحول إلى فوضى عارمة وطبعا كل الأمور سوف تتشوه لهذا السبب قال داود السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم في رسالة يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما في أعمال 17 مكتوب لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد أيضا فإذا حبائي واضح جدا سواء بالعهد القديم سواء بالعهد الجديد الله هو الخالق ولكن نكتشف في العهد الجديد أن الله هو خالق كل الأشياء بواسطة أو من خلال يسوع وأن كل الأشياء التي خلقت خلقت لمجده لتسبيحه وخلقت ليسوع المسيح موسيقى